فشفت وزيرة الخارجية البريطانية لستراس عن تجميد وصول بنحو 350 مليار دولار رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تراس خلال زيارة للاورسو تولتا أكدت أن بلادها تدفع نحو توسيع الحقوبات المفروضة على موسكو لتشمل قطاع الطاقة سنعلن هذا الأسبوع أننا جمدنا أكثر من 350 مليار دولار من صندوق حرب بوتين مما جعل أكثر من 60% من احتياطي النقد الأجنبي للنظام البالغ 604 ملايير دولار غير متاح عقوباتنا المنسقة تعيد الاقتصاد الروسي إلى الحقبة السوفيتية